في الأسابيع الأخيرة لا حديث يعلو على صوت محبة جنوب إفريقيا وما قامت به جنوب إفريقيا وفرقها القانوني أمام محكمة العدل الدولية في لهاي ضد إسرائيل يوم 29 ديسمبر اللي فات والتي وجهت فيها اتهمات للاحتلال بممارسة جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة هنا في مصر محبة جنوب إفريقيا ازدادت آلاف المرات نعشق منوب إفريقيا من مندلة ومحاربة العنصرية هذه الدولة التي استطاعت أن تقدم لنا نموذجا في الدفاع عن الحريات في العالم كله معي الآن عبرزوم من جنوب إفريقيا السيد زين دانجور المتحدث باسم الفاريق القانوني لجنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية والمدير العام لإدارة العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا أهلا وسهلا سيد دانجور بساء الخير وسعيد وجودية في برنامجك وأشكرك على هذا التعبير عن الامتنان والحب لجنوب إفريقيا وبالإنابة عن السيد رئيس الجمهورية والفريق القانوني نحبر لكم عن امتناننا بهذا الكلام الجميل شكرا لك سيدي ما هي الصعوبات التي وجهتكم عندما قررتم التقدم بشكوى رسمية إلى محكمة العدل الدولي؟ لم تكن هناك أي صعوبات رسمية ولكن كان هناك محذير كنا نأخذها في الأعتبار وأنت تعرف أن إسرائيل تتمتع بدعم من دول عديدة وكبيرة وهذا كان على مدار الخمسة وسبعين عاما وأن تأخذهم إلى هذه المحكمة وأن تشرح تصرفاتهم العدوانية أمام مثل هذه المحكمة هذا شيء وجد ترحيبا كبيرا في جميع أنحاء العالم وكان ما يشغلنا فقط هو نتيجة هذه المحكمة ربما عقوبات اقتصادية أو شيء من هذا القبيل ولكن ما فعلناه لم نكن نخلق بشأن أي شيء سوى أن نخرج بشيء من هذه المحكمة نعم كيف استقبلتم اتهمات إسرائيل المحتلة لفلسطين باتهمكم بأنكم الذراع القانوني لجماعة حمس إذا نظرت إلى ما قدمناه أمام المحكمة كنا نركز على الحقائق ووثقنا بالتفاصيل كل الأعمال العدوانية التي تقول بالإبادة الجماعية ووضعنا أمثلة واضحة على الإبادة الجماعية وكنا نركز على الجوانب القانونية والحقائق أما إسرائيل فقد ردت بجدل سياسي ولم ترد على الحقائق وكانوا يطلقون علينا أننا أذراع القانوني لحماس نحن رفضنا هذا الادعاء تماما وفي الحقيقة لم يكن لديهم دفاع حقيقي عن تلك الاتهامات الموجهة إليهم وكنا نرى المحكمة وهي تستمع إليهم ولكنهم لم يقدموا أي أدلة واضحة كما فعلنا وأن هناك نواية أن القضاء من المؤكد أن القضاء سيركزون على الحقائق ولكن هم يحاولون إيجاد حقائق بعيدة عن القانون نعم واشنطن ردت على اتهمات جنوب إفريقيا لإسرائيل بالإبادة ارتكاب إبادة جماعية بأن هذا الكلام لا أساس له هل تواصلت أو تواصل البيت الأبيض مع الرئيس الجنوب إفريقي هل كان هناك أي ضغوط من دول أوروبية أو من الولايات المتحدة الأمريكية لجعل جنوب إفريقيا تتراجع عن دعواها لم تحاول أي دول أوروبية أن تجعلنا نتراجع ولكننا كنا نستمع أن بعض الدول الأوروبية تقول ومنها بريطانيا أن هذه الإدعاءات ليس لها أي حقائق ولكن كنا نقدم الدليل وراء الدليل لهذه المحكمة